كما تعرفوه كامل حاليا افضل موهبة مغربية صاعدة في حراسة المرمى هو طاعة بن غوزين حارس مرمى اكاديمية محمد السادس اللي كي تعتبر من احد العناصر الاساسية في انجازات كتيبة ساعد شيبا على المستوى الافريقي والعالمي اكاديمية محمد السادس اللي معروفة بتصدير المواهب الى اوروبا ومن بين الاسماء الوازنة لصدراس اكاديمية محمد السادس الى اوروبا عزدين وناحي لاعب اولمبيك مارسيليا الفرنسي ويوسف مصيري لاعب اشبيليا الاسباني والعديد من الاسماء اخرى ولكن حسب صحيفة المنتخب انتقالات جيل ساعد شيبا سيكونوا افضل انتقالات في تاريخ اكاديمية محمد السادس ومن بين الاسماء الطاعة بن غوزين حارس مرمى اكاديمية محمد السادس في هذا الفيديو سنرى الاجازات اللي حققها طاعة بن غوزين مع كتيبة ساعد شيبا وبالاضافة سنرى الانبياء المهتمة بطاعة بن غوزين ولكن قبل ما اخليكم مع الفيديو لا تنسوا اجدونا لايك الفيديو والاشتراك في القناة بس وصلكم جديد المنتخب المغربي والكورة المغربية وديما مغرب طاعة بن غوزين حارس مرمى اكاديمية محمد السادس شارك تحت قيادة ساعد شيبا في كأس امم افريقيا لأقل من 17 سنة وتساهم بتأهل المنتخب المغربي الى نهاية البطولة بعد تصدياتها التاريخية لركلات الترجح امام منتخب مالي وبالاضافة قدم مستوى كبيرة في كأس العالم باندونيسيا بتصدياتها التاريخية لضربات الترجح امام منتخب ايران قدرنا نتأهله الى ربع نهاية كأس العالم بطبيعة الحال طاعة بن غوزين بهذه المستويات اللي يقدم جواب الزفد العرض من اندية اوروبية ولكن ما يقدرش ينتقل حاليا حتى يكمل العقد التكويني دياله مع اكاديمية محمد السادس اللي غادي يسالي حتى الصيف المقبل وحسب صحيفة المنتخب طاعة بن غوزين مطلوب بشدة من نادي ماشيستر يونيتد الانجليزي تحت طالب المدير التنفيذي المغربي الجديد لماشيستر يونيتد الانجليزي عمر برادة بالنسبة الناس اللي ما كيعرفوش عمر برادة عمر برادة كان هو المدير التنفيذي لنادي ماشيستر سيتي الانجليزي ودابا انتقل كمدير تنفيذي جديد لماشيستر يونيتد الانجليزي طاعة بن غوزين عنده الامكانيات اللي يقدر يحترف في نادي ماشيستر يونيتد الانجليزي ولكن انا كنفضل انه يختار شي نادي بسيط وصغير في اوروبا فين يتطور معه. ومن ثم ينتقل شنادي كبير في اوروبا. كنتمنى له مسيرة موفقة. الاخوان بغيت نقل لكم وصلنا الى نهاية الفيديو. ما خاصرين والو اذا درتونا رايك الفيديو والاشتراك في القناة باش يوصلكم جديد المنتخب المغربي والكورة المغربية. دومتم في خيرين ونطلقوا ان شاء الله الفيديو جديد.